حضرك تقول ده ابن فلان وده ابن فلان ابن فلان دهوت والله كان بذكر مع ابن ابن كان اشتر منه لكن ابنك قاعد يلعب والتاني قاعد يذكر وكتهت ده بنتي كذلك فلانية ده بتجي تذكر مع بنتي وتاخد الكتب وتاخد المراجع هي بقى كلية والطب وابنتي جابة كلية كذا او في كلية كذا وبنتي في كلية كذا انا موفر لبنتي كل الوسائل والفلوس والمدارسين والدنيا والابن كذلك لكن هو ليس لديه استعداد استعداده وزهنه في امر اخر هو لا يريد ان يكون شيئا ما انما يريد ان يكون مطموس الهوية موجود وكأنه غير موجود انت الاب حينما يكون لديه اولاد بهذه الصورة والله يستعر لم يكن لديه ايضا مبالاة لو لديه مبالاة خلاص مش تفرق معاه يقول ايه يعني مذاكرة ايه ولا بتاع ولا نجح ايه ولا ولا يبقى انسان نجح ولا بيزنس مان ولا رجل ولا منتج في ارضه ووطنه ولا غير ذلك لا ومش في دموك كلام لا قلاص ما نسيب له كذا ربما يكون اب لو لديه هو يعني قد تعب في هذا المال وبذل الجهد والمجهود والغير ذلك يقول لا يستعرن اولادي لك لا النبتة خزلوني منكسر دائما ابدأ يدور بقى على زوجة تانية ولا على اولاد او على انسان يتبناه او يعجب به فيعطيه اموال وغير ذلك ثم تحدث من هنا الكراهات بين هذا وذلك وتحدث المقارنة الاب دايما لك شوف فلان ما كانش جيش تغلى عندي ومعندوش اي حاجة واصبح الان يعني لديه فيك وانت ليس لديك اي شيء انما لديك الفشل دائما يصاحبك في كل زمان ومكان ونجح لديه صاحبه في كل زمان ومكان هذا اخذ بالاسباب وتوكل على مسبب الاسباب وهذا عطل الاسباب هذا اعتمد على مال ابيه والاخر اعتمد على ايه على زكائه وعلى قدرته وغير اسلوب حياته من حال الى حال ربما في الوقت القصير الذي تنتج فيه تفيد الاخر انسان طفل لو باخترع اختراع ربما حضرتك انت ايها الطفل ولا ايها الشاب الصغير وضعت فكرة الاختراع الله سبحانه وتعالى يسهل ويأمر بمن يأتي بعدك ويطور هذا الاختراع فينسب الفضل لك ايها الصغير حتى وان مد حتى وان مد ولك وله لكن لابد ان تتوكل لابد ان تخترع لابد ان تتحول من حال الى حال لا تكف هكذا لا تكون كالماء الراكد الذي يظهر فيه كل شيء الذي لا فائدة فيه والذي اذا ما القي فيه تلوث ظهر فيه او تلوث هذا الماء لا يستخدم في اي شيء انما كن كالماء الجاري يفيد نفسه ويطهر نفسه مطهر لنفسه ولغيره كالماء المطلق طهر في نفسه وطهر لغيره كن نافعا لك ولغيرك ولذلك سيدنا نبي يقول في الحديث نعمتان مغبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الصحة لا يعني مش هتناها صحة زي ما هي الصحة مش هتناها صحة تلاقي لما تقعد مع الناس الكبيرة يقول لك والله دهنا ربنا اداني صحة بسنا لذا يعطاها كان فيها صحة كبيرة جدا كان يبقى حال احسن من كده وحال اولاد احسن من كده وحال زوجته احسن من كده وحال مش عارف احسن من كده بس انا للأسف ضيعت كل ده باستغطاري وبعدم يعني انتباهي للوقت وبعدم اخذي للأسباب او للتوكل على مسبب الأسباب